تحضيرات امريكية من خطورة التعامل مع سياسة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج او اي دعم واضح له سياسة السراج وانصياعه لاوامر اردوغان الذي يسعى الى تحقيق اطماعه من خلاله اصبحت تفقده ما اسماها بالدولة المدنية وشرعيته الوهمية الباحث الامريكي في محهد انتربرايز مايكل روبين وصف السراج بالرجل الذي باع بلاده لتركيا مقابل بقائه على السلطة والهيمنة على مقدرات وثروات ليبيا روبين قال في مقال له بموقع The National Interest ان اصرج رجلا يرحب بالتدخل التركي وعناصر تنظيم داعش الارهابي فقط والذين يتوفدون على البلاد للحرب بالوكالة بدعم تركي واضح لكنه ايضا باع حق بلاده الى تركيا مقابل حمايته من المنافسين واضف روبين في مقاله ان مصف وضع افضل بكثير لتحقيق اهداف تأمين حدودها ودعم قوات الجيش الوطني الليبي ولفت الى ان ما يدعو للقلق من ان نظام الاخوان المدعوه من اردوغان يستخدم عناصر داعش والجماعة الارهابية الليبية الذين سيصبحون تهديدا امنيا دائما لاكبر دولة عربية ومن ثم تهديد للمنطقة باسرها صحب المرتزقة والارهابيين الذين ارسلتهم تركيا الى ليبيا امر ضروري لا بديل له فالسراج يستخدمهم كقوة لحمايته من اجل استمراره في الهيمانة على السلطة اما اردوغان فلاه اهداف اكبر فاولها تحقيق اطماعه في ليبيا وتوسيع نفوذه في شمال افريقيا والثانية هي كورقة ضغط على الدول الاوروبية واستخدامهم في عبور المتوسط كهجرة غير قانونية وانتشارهم في اوروبا حيث اكد الاتحاد الاوروبي ان عملية سحب المرتزقة والمعدات العسكرية التركية تعد من اهم العوامل للتوصل الى حل سياسي ينهي الازمة الليبية هذا ما اكده المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الاوروبي في الشؤون الخارجية بيترساتنو واوضح ايضا في تصريحات صحفية ان احلال السلام في ليبيا يمثل مفتاح الاستقرار في المنطقة وللاتحاد الاوروبي على وجه الخصوصة ولافت الى تزايد خطر الارهاب بليبيا الامر الذي يهدد الدول الاوروبية خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة والمهاجرين الذين يواجهون الاستغلال والاحتجاز العشوائي ما يجعلهم يرغبون في اللجوء الى اوروبا وشدد ساتنو على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار اضافة الى وقف امدادات السلاح والمقاتلين الى ليبيا وانسح بكافة القوات الاجنبية من مرتزقة ومعدات عسكرية تركية اشتركوا في القناة